شاهدين نصر الآن جاهز ويانا أحمد الغانمي وهو شاعر شعبي من ميسانه من مواليد 1991 بداياته مع الشعر الشعبي تحديداً كانت عام 2010 تأثر بالعديد من شعراء الشعبيين العراقيين ولأنه من عائلة شعرية كمان حكى الشعر مبكر وعمل مقدم لأحد البرامج الشعرية وهو كمان المحامي والشعر الشعبي الميساني أحمد الغانمي يسعد صباحك أهلا وسهلا فيك صباحكم الله بالخير وصباح الخير على كل العراقيين وعلى هذا البرنامج الرائع صباح دجلة وعلى جميع العراق والعراقيين إن شاء الله إن شاء الله تكون في أمن وأمان إن شاء الله إن شاء الله يا رب يسعد صفاحك أستاذ أحمد منورنا وبالبداية يمكن إحنا تطرقنا وذكرنا نقطة في المقدمة أنه حضرتك من عائلة شعرية يعني شعر عندكم الشعبي بالذات ويراثة بالعائلة أو أنت تأثرت بأحد معين يعني ألا تطرقنا نعرف في البداية من هذا بالبداية أنا شاعر شعبي محاولة ميسان وبالخصوص قضاء الميمونة من عائلة شعرية كان عمي الشاعر محمد الغانمي سابقني في التجربة في 86 يكتب الفصيح والشعبي وأخي الأكبر ضياء الغانمي شاعر شعبي فهي مهما يكون الشعر هو موهبة عند الإنسان أي شخص ما يقدر يصير شاعر إلا موهبة إلا هذه الفريسة وهذه الموهبة لكل إنسان الله عز وجل يعطي موهبة وهذا موهبة الشعر ما نصير عند أي كان إلا الله يخصص في أحد الأشخاص أو في أحد في هذا المجتمع يخصص الشعراء ويخصص موهبة هاي الشعرية ومفوض عن الشعر أن يسقل هذه الموهبة السقل الصحيح حتى يستمر بالإبداع نعم طيب خلينا نحكي كمان اليوم عن تأثير ويعني وجود أشخاص حواليك من الشعراء ومن عائلتك قدي هذا الشيء ساعدك لحتى أنت تقدر تكون نفسك بهذا المجال وحتى أنك كمان تحسن من كونك كشاعر فاليوم نحكي قدي ممكن للإنسان لما يكون يعني في حواليه أشخاص ممكن يكونوا عم بيساعدوا بهذا الموضوع أنه هذا الشيء يساعده أكتر لحتى يقدر يعبر عن نفسه وعن المواقف وعن كل الأمور اللي بتحصل بكلمات معينة وخصوصا كالشعر تحديدا نعم نعم سيد هناك كل إنسان عندما يلقى شخص يساند بالحياة ويساند دعمه الفني يستمر في هذا الدعم أنا في 2010 كتبت الشعر عندما كنت في الجامعة درس كلية القانون يعني من أكتب القصيدة وأكتب الأبوذية وأكتب الومضة الشعرية في بداية الشعر يعني عرضها على الشاعر محمد الغانمي اللي هو عمي يعني عرضها على الشاعر فهناك يعطي ملاحظاته ويساندني في الشعر يعطي الملاحظات هذا صح هذا مصح هذا البيت مختل وزنيا فمن خلال هذه التجربة ومن خلال هذا التعليم من يعني يعني العم والأخ الأكبر والسند اللي يعني في هذا الإبداع فتولد عندك شاعرية وتولد عندك أن تكتب قصيدة رصنة من المفردات جميلة نعم طيب يعني أستاذ أحمل صراحة يعني دائما لما يكونوا أنه يعني الشعراء ضيوف يعني في صباح تجلى أحب أستغل كل دقيقة وياهم ونسمع منهم أجمل الأشعار بالذات إذا كان شعر شعبي يعني هذا حيكون لفد قرب ولون مميز خاص أنه فياريت لو تسمعنا بعض من أبداعك نعم 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 ستلا أنا سأسمعكم قصيدة إلى العراق إلى الأب الأكبر نعم زغر رخص رخص دم العراق بعين شتالي ويومية بعزيز الدنيا عالي وراحت ولد منه وشاب يسبك شاب كل هاي ونقول إحنا الوطن غالي دمع ما ضل بعد بعيون الأحديثات نشفت والزراء قلبي هني لالي قد ما قمت أشوفها الناس تاك الناس قمت حتى أشك من نمشي بخيالي جزيرة وبيها بس العدة قوة يعيش الضعيف يروح يسكله ببطن خالي دلون على ديره من الله كونت خافوا من بات رشيلا أنا وعيالي ما مش سوق بي راحة البال أقصات ووفي كل شهر وارتاح من تالي وطن قامل يشيل العلم به يموت أعلى ساعة تموت كل أحلامه لبالي وطن تصرف زلم شبعت عزرائيل وطن تصرف زلم شبعت عزرائيل الشم صاحب عزيزي مشيع قبالي ما ظلينا نفرح حتى بالأعراس وطن غير الفواتح بيش خلالي وطن يعرف الحق شعب يعرف الحق بس لو حتش يكتلوه وان أول شهيد يضيع شتالي وان أول شهيد يضيع شتالي السلامتكم الله عليك طبعاً كمان لو نحكي اليوم بموضوع جداً مهم وانت ذكرته كمان قبل شوي انه احنا حكينا عن موضوع الشاعر أو انت ذكرت ان الشاعر ربنا بحط فيه هاي الموهبة بالفترة وأكيد يعني مش أي شخص بيقدر يكون شاعر لكن اليوم لو بدنا نتحدث عن الشاعر لو بده مثلاً يشتغل على حاله أو بده كمان يعني يكسب قدرات أكبر وأيضاً يعني يحسن من أداؤه شو الشغلات اللي لازم تكون موجودة بالشخص يعني إذا كانت موجودة فيه فطرياً وأيضاً الشغلات اللي لازم يشتغل عليها لحتى يتحسن أولاً سيكون كثير الاططلاع الاططلاع من خلال الرواية ومن خلال الكتب الأدبية هذا جانب أما الجانب الثاني من خلال الاستمرارية ومن خلال الاحتكاك اليوم الشاعر عندما يحتك بشاعر سابقة في جيل أو أدباء مثقفين عندما يسمع وعندما يقرون إلى راح يقدر يسقل نفسه ومن خلال الطلاع ومن خلال المفردات الجميلة ومن خلال النقض الأدبي اليوم الشاعر إذا ما يشوف أكو ناقب أدبي فما راح ينطور من كلماته ومن آدائه اليوم أنت من تكتب قصيدة يجب أن تكون إذا ناقب أدبي هذا الناقض الأدبي راح أكو ثغرات بالقصيدة راح يقدر يعني يطلح هذه الثغرات اليوم مفردة غير جميلة أو وزن أو خلل في الوزن فعلى كل شاعر أريد أن يحسن من أدائه ومن يحسن من فرداته يجب أولا الاحتكاك والاستمرارية والقراءة والاضطراع حتى يطور أدائه وحتى يطور المادة الشعرية أو النص في القصيدة يكون جميل نعم طيب اليوم لو تحدثنا عن واقع الشعر الشعبي بالعراق اليوم نشوف أنه هو تقريباً أقرب للناس لأنه مفردة ماتة بسيطة وتصل للجميع وكل المستويات ممكن أن يفهموها وأن تصل إليهم فشنو واقع اليوم الشعر الشعبي بالعراق هل هو ما أخذ الاهتمام الذي يستحقه مثل ما هو مكانته عند الناس سيد هو اليوم الشعر يعني الشعر بأكمل اليوم هو رسالة هو رسالة على لسان حال اليوم الشعر واصل إلى شيء جميل ثانياً تحتبر اللغة الدارجة والسهل الممتنع والبسيط اليوم واصل لأكثر متلقي وأكثر جمهور اليوم ونشوفه يسمع القصائد وينشر القصائد وهناك متلقين وليس الشعراء من خلال هذه الأبيات اللي طرقها الشعر فلكل موضوع مرات أكو شاعر شاعر موضوع أو أكو شاعر حدث اليوم يمر بنا حدث اليوم كل حدث لازم إلى لسان حال اليوم أنا أمثل من أشوف حدث اليوم بالعراق أو موضوع فأكتب عن هذا الموضوع أو أكتب عن هذا الحدث فيصل سهل يعتبره سهل ممتنع ويوصل بسهولة إلى المتلقي أو الجمهور نعم نعم طيب اليوم لو بدنا اليوم الشعر ما أخذ حيث كبير في الساحة العراقية حدو طيب اليوم لو بدنا نيجي نحكي سيد أحمد كمان عن يعني كلمة يمكن أنا ما تطلع مني مظبوطة ولكن هي صعبة شوية علي ففيه كلمة متداولة بين أو مفردة يعني الشعراء بيحكوها بشعرة شعبية وهي الحسجة فلو نحكي اليوم أكتر عن يعني هذا الموضوع عن المفردات الشعبية مثل هالمفردة اللي يمكن تتردد ونسمعها من كتير من الشعراء الحسجة لفظ يشبهوها بالغموض لفظ يشبهوها بالغموض ويفهمها أولاد الجنوب الحسجة الحسجة هي لحجة جميلة تصل إلى جميع الناس ولكن هناك أبيات وهناك مفردات باحتبار هي الحسجة مو بس بالشعر الشعبي الحسجة اليوم الحسجة بالحكمة بالكلمة اليوم على سبيل المثال أفهمت طرق موضوع صغير وهو اليوم على سبيل المثال إحنا ميسان أو بالجنوب جميعا اليوم يقولوا ليش أنت من والله هذا الشخص يحس حسجة اليوم يجي ضيف يجينا ضيف بعد الغد يعني يجينا ضيف بعد الغد صاحب المنزل صاحب المنزل إذا شي يقل له يقل له صبحكم الله بالخير صبحكم الله بالخير يقل له الضيف إذا قل له صبحكم الله بالخير يعني هذا الضيف ما متغدي هاي الحسجة أما إذا قل له صبحكم الله بالخير والضيف قل له مساكم الله بالخير يعني هذا الضيف متناول الغداء في منزل آخر وهذا ش تعتبر هذا يعتبر حسجة حسجة جنوبية يفهمها الجميع هذا الحسجة هذا الحسنة الجنوبية يفهم الجميع حلوة مثل عسي مثال أكو دار من شعري من التراث لا يسعي اسم الحقوق واسم الشاعر لا أحفظه أنا آسف من عنده بس أكو شخص راد يشيل من المنطقة أو يهاجر من المنطقة فراح الأهل هذه المنطقة فاش قل له أكو دار من شعري قل له بالشقة وقال نشيل باتر يترفلان بالشقة وقال نشيل باتر ترفيان طر الفجر والنوك لا بالشقة بالشقة وقال فلان باتر ترانشيل يعني رادي يهاجر بالشقة وقال فلان باتر ترانشيل طر الفجر والنوك كلهم مشاتيل يعني النوك اللي هنه الرحيل والهودجات كلهم ما خلوهن قالوا هذا يحتورونه حسجة حسجة جنوبية توصل للمتلقي ويفهمها عشائرنا الرائع أكيد طبعا تحياتنا لهم جميعا وبصراحة بمناسبة الحسجة خلينا نسمع مننا تشعر آخر إذا ممكن نعم استمر قولوا لي قولوا لي ما نشتاق لتغيرنا وقلوا لي ويا انتهت عشرتنا وقلوا لي لا يتعب بعد ويد الزناس خلي ينسى اسمه بابنا وعتبتنا وقلوا لي صح يأشق عيونك بس كان من كانت أحلى من الفجر ضحكتنا الوادم قبل حسبالهم مخطوبين قد ما نسول في يمهم بزفتنا قلوا لي خليك فبعد من عدنا ما نرجع الوادم قبل عافتنا شاهست متحسف رجع لو خانوه لو ما لقوا ياهم مثل راحتنا لو منتما يلطوا لما شافوا خيال حسبا لذيذ شيامنا ومشيتنا قلوا لي ما مخنوك كلش مرتاح غير المذلة بعشرته شحصا ما قصرت وياه بس طبع يخون هو من الأول ما شكر نعمتنا خلي الغرور يفيده يندم بعديا ما يلقى مثل قلوبنا وطيبتنا مارد للو مو يحتضر ويديز ناس يحلم بعد نرجع مثل قعدتنا يحلم بعد نرجع مثل قعدتنا الله عليك صح لسانك الله عليك أستاذ أحمد طب أستاذ أحمد اليوم خلينا نحكي كمان عن موضوع آخر الله عليك اللي هو الواقع طبعا تبع الشهر الشعبي في العراق وتحديدا بما أنه إحنا ذكرنا وحكينا كمان عن الجنوب بشكل مخصص خلينا نحكي كمان أنت كيف تشوف واقع الشهر الشعبي في الجنوب اليوم واقع الشعر الشعبي في الجنوب جميل هناك الجنوب وخصوصا محافظات الجنوب ولد الشعراء أظهر الشعراء مبدعين وحاليا ليس بمبدعين وإنما بنجوم نجوم الشعر الشعبي اليوم في العراق هم من الجنوب وحتى لو كانوا من غير الجنوب فهموا ولادتهم وأصلهم والجنوب فاليوم أولاد الأهوار وأولاد القصب وأولاد هذا الجنوب الراع ولد الطاقات هاي البيئة ولدت مبدعين ولدت متألقين اليوم في الساحة الشعرية لهم قصائد جميلة لهم قصائد عديدة انتشرت في العراق وفي جميع الدول العربية وهناك كثير من الشعراء اليوم في الساحة الشعرية تحتبر اسم وأسماء وأرقام في المحافل في جميع المهرجانات القطرية نعم طيب أستاذ أحمد بالنسبة للمهوال هل هو شاعر شعبي أو هناك فرق ما بين المهوال والشاعر الشعبي هو بيعتبر اللون لون الإهزوجة اللي هو باعتباره المهوال يقرأ لون الإهزوجة الإهزوجة تحتبر جزء جزء مجزء من الشعر الشعبي جزء مثل ما الشاعر يكتب علوان الشعر يكتب نصاري ويكتب دارمي ويكتب الميمر المهوال المختص بالإهزوجة هي ثلاث أبيات ورباط يعني رباط باعتبار قفل هذا نوع من أنواع الشعر المهوال لا يختلف عن الشاعر المهوال مبدع كما الشاعر مبدع ولكن المساحة الشعرية والنطاق الشعري العد الشاعر تختلف عن نطاق الشعري عد مهوال الشاعر يكتب جميع الألوان ويكتب بصورة خيالية المهوال يكتب هذا النوع الإهزوجة ولكن أبيات ثلاث أبيات تكون أبيات جميلة تصل إلى المتلقى بسهولة تكون لها حدث معين فيكتبها فتقدر توصل اليوم المهاويل رائعين وماخذين الساحة ويقرون بالساحة الشعرية اليوم والهم أسماء يعني أسماء لهم بارزة نعم وإحنا بنحتبارنا كميسان عندنا المهوال والشاعر عدي الكعبي اسم ورقم بجميع المحافل وبجميع محافلات الجنوب يعني محافلات العراق جميعا عدي الكعبي المهوال معروف واسم هذا ولدتها ميسان والعمارة تحياتنا أكيد الأهلنا بالعمارة قصيدة موقف تحيات العمارة قصيدة موقف أكو شخص تقدم على ابني أكثر من مرة يحبها وهي تحب أكثر من مرة فما تطوهل مرة مرتين ما تطوهل قالوا ما يطوك إياها فهي اللي بني تحبه وهو يحبها فعلى لسان على لسان هاي الفتاة تقول إلى حبيبها تعب خلق الموادع يلا خذ نوياك ما ريدا بعد كل الخلق عفته يا هاي بتلساني منردسولي في بيك وعلى زنود خيالك حرز لابستك إذا ما صير لك أطلع جنازة بيت وخلل الناس طول القبر شايلتا من نذكر عيونك بيدة مش طلية للحدوج في الصبح وتخيالك أنت أعرفك من تجي أشتم حرور الشوق وخجل ثقل الشفايف قوة حاملته من دوراً ظهرتك رسمك وش مدقوق وقل للناس ولفوا عمر رايت اللي يظلم قسمته العباسة حطه يا اللي يجبرنا غصب يتعثر ببخته بخت عندي يعثر يصم حلق الشيخ إذا شفت على غيرك تبدى سالفته ظفير الشعري بيها الفجر خل سرار وشد شفوف دينا وظفر سالفته أتعثر بشارع تمشي بي عميانه وقبل لا أشوف طولك دربه حافظته حلي حلو من عوني منك غير كون أنساك اللي ينجح بالعشق ما ينسى سالفته أعلى زندك راي دخفش تمهو العشاق ومنموتاً راسه بارد والفشابكته قمرت بالي بيها اسمك وش مدقوق وقل للناس ولفوه عمر رايته قمرت بالي بيها اسمك ذوه مدقوق وقل للناس ولفوه عمر رايته ظفير الشعر بيها الفجر خل سرار أو شد شفوف دينا وظفر شالفته منكشف زلف تعرق قصة الحيطان الغيرك ما هو يتوزل في كشفته أنتظرك تجي وإياك وأكيد اتمنى لك كل التوفيق يا رب لك كل التوفيق إليت سيتولا هذا البرنامج الرائع ومن ميسان وخصوصاً من كوفي الأمراء ميسان عواشة شارع الدوريات بداية الأخ صباح الزبيدي كما أشكر الأخ والحبيب حسن وحيدر الساعدي أجنود المجهولين لهذا البرنامج والرائعين أشكركم على هذا البرنامج وكل التوفيق إليكم إن شاء الله تحياتنا لإلك ولإهم أهلا وسهلا